ثلاث سنوات فقط مضت على انتقال العائلات إلى هذه العمارات بحي طريق مسكاينة في ولاية خنشلة لم تدوم فرحة المرحلين إلى المنطقة سوى أيام معدودة حتى اكتشف هؤلاء أنهم يعيشون وسط الأخطار في عمارات أطلقوا عليها اسمى عمارات الموت أخويا ركشوف الوضعية وتعالى الباطل المات هذا وثربهم نجد مرمو ثربهم نفدوا من ناف هذا هكشوف الباطل المات كيف هكشوف فيها بعين كذر هكشوف فيها هم راح يريب و هم راح يطاح و ما بقىش يطاح هكشوف فيهم بعين كذر عندنا ثلاث سنين والأربعة سنين من اللي سكننا واخرين ما عندهم شي حتى عام المهم مرانا نعني ورانا في انستياشيون تري كريتار هكشوفوا القناة الصريف المياه هذا هكشوف الولاد انتعنا ما لقوا شوين يلعبوا جيران الريحة تضرب ما تنجمش تركض فيها دارك المشكلة هكشوف أخويا من اللي جاء حشك من الباطمات من الضيار ديركتهم من بره موش مبرونشي تشوفوا هو حي جديد نورمان مور هكشوف هو حي احسن تهيئة هو حي حي اجتماعي سيديو هذا الطريق انتعنا هكما راكم تشوفوا فيها هكما راكم ترقمها تريئة كي سيرتو كي تصب النوب راي الحملة انت اخنش لكاملة راي تصب هنا عندنا احنا راي الحملة كاملة جيهنا ملقوش حتى يكون مريض ملقوش لا تدخل فيه لأمبرونس لا سيارة خاصة ولا اي حاجة حتى الرجلية راهم يعجزوا باش يمشيوا فيه بين برك المياه القادرة وبقايا الاشغال لم يجد هؤلاء الاطفال احسن من هذه الامكنة للعب وقضاء اوقات فراغهم يومياتهم باتت محفوفة بالمخاطر نداءات متكررة وجهها السكان الى الجهات المعنية لكن يعني نطبوهم السلطة المحلية يشوفونا بعين اعتبار يجيوا وشوفوا الوضعية فيما يخص الترق وما كانش الترطورات لسيني سموه وما كانش الغرق احنا بلي بوطات فشتاع بلي بوطات رحنا شكينا من تربريس حنا نشكيو مكان ولو جاوا واحد الخطرات جاوا كاسفادزان دي انكميشيون تيكنيكي كاشفتك كاشفتك كامي صناريان دوني مكان ولو تعددت المشاكل والنتيجة واحدة حيات هؤلاء السكان اصبحت في خطر في المقابل لازالت السلطات المحلية تلتزم الصمت المطبق